ونكمل مع الزوج العازب والزوجة العزبة بعد ما تكلمنا عن كل هذه التوصفات هنقول شوية إجراءات وإحنا رايحين ناحية الحل أول إجراء أنا شايفه وهو إجراء لازم يتعمل بحكمة شديدة وأنا بنصح أن أي حد عنده حكاية الزوج العازب أو الزوجة العازبة دي لازم يروح يستشير متخصص وعشان إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نساعد في هذا الاتجاه أقول لكم ليه؟ لأن الظاهرة دي كترة قوي كترة ليه؟ لأن فكرة إن ننظر إلى الأسرة على إن هي رباط مقدس وعلى إن الناس فيها صبر وفيها جلد وفيها إرادة للزواج عشان معانيين وقيمه الكبيرة خف شوية عند الناس وعشان كده إحنا محتاجين نقول كده إحنا محتاجين حوار صريح ولكنه في نفس الوقت هادئ حوار لا اتهامات فيه يعني الزوجة اللي عندها زوجة عازب تقوله إحنا محتاجين نقعد مع بعض نتكلم شوية نتكلم عن إيه؟ نتكلم إحنا إزاي هنقدر نتقارب من بعض أنا مش بلومك لكن أنا مستعدية إن أنا أساعدك في ده وهو يقول لها أنا عارف إن ده خلاف طبعك أنا عارف إن أنت طبعك بتحبي إن أنت تنطلقي وتحتحبي إن أنت تكوني في بهجة في حياتك تعالي نتفق مع بعض إزاي يبقى كل واحد فينا سبب من أسباب البهجة للتاني يصرحوا بعض فتبقى فيه جلسة مصرحة وجلسة المصرحة دي زي ما قلنا تبقى جلسة خفيفة ما فيهاش إسقال بمعنى إن أنت لازم تتغير ولا لا أنا إحنا عايزين نتفق مع بعض إزاي نقدر نساعد بعض على إن إحنا ننضج مع بعض إزاي نقدر نكون أزواج نستطيع من خلال هذه الزوجية ندخل السرور على بعض دي أول حاجة الحاجة التانية لازم الأطراف التانية لو كان هو بيميل إلى والدته أو بيميل إلى إن هو يقعد عشان يهرب من مسؤولية البيت عندي بيت العائلة أو بيت الأسرة الأوسع والأكبر لازم الأم تتفق الزوجة مع الأم ومع الوالد إن هم يدفعوه دفعا على إن هو يكون في البيت فلازم هي تاخد وضعية المستشار ووالده كمان ياخد وضعية المستشار عشان يتفعوه ده ولازم كمان الوالدتها اللي هي حماته تعمل كده نفس الكلام عشان يزقوه إلى إن هو ما يهربش على إن هو يروح للبيت الزوجة كمان لازم تجذب الزوجة تحاول بقدر الإمكان تدخل في البيت أشياء مختلفة وتعمل الأشياء البيتية بشكل جذاب يعني إيه وهو كمان لو كان عايز يجذبه يعمل كده يعني مثلا على سبيل المثال مفيش مانع إن بعض المهام التي تتعلق بالبيت تتم خارج البيت يعني يتم الحوار حوله إحنا عن خلف إمتى يتم خارج البيت وبشكل لطيف وفي جلسة جميلة فواحدة واحدة الزوج العازي بيحس ما الجوازه هو لطيف وفيه بهجة وفيه خروج وفيه سعادة وواحدة واحدة نبتتي نطبق الحاجات الزوجية في البيت واحدة واحدة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيما يتعلق وإحنا عندنا في الجواز في حاجة اسمها العبادة الزوجية كمان إن احنا نخرج الزوج من كونه عازب إلى كونه زوج كامل دي عبادة وحضرة النبي علمنا في العبادة ماذا؟ فأوغلوا فيه برفق أكتر حد محتاج الإغال برفق في الزوجية هو الزوج العازي واحدة واحدة نبتدي نرتقي مع بعض واحدة واحدة نبتدي ننضج مع بعض الحاجة اللي بعد كده لازم كمان بجانب الخروج معا والحوار خارج البيت نبتدي حاجة اسمها صناعة الذكريات نبتدي نعمل حاجات فيها بهجة وفيها عمل من أعمال البيت نبتدي نربط كل حاجة مهمة في البيت زي مثلا القرار إن احنا عايزين بقى نضبط موازنة البيت فنربطه بذكرى جميلة إن احنا جبت هدية وقعدنا نتكلم في الأمر ده فمعناه إيه؟ إن احنا نجذب الأمر ده بصناعة الذكريات حد يقول لي طب مين اللي فاضي إنه يعمل كل ده؟ ومين اللي عنده خل إنه يعمل ده؟ إحنا مفترضين إن احنا متجاوزين عشان نستمر سعداء مع بعض مش إحنا متجاوزين عشان إحنا بننا بيزنس إذا ما حصلش نجاح للبيزنس ده عن فوق الشركة لا إحنا متجاوزين إن إحنا بننا الرباط مقدس كل واحد فينا عايز يخرج أحسن ما في التاني الحاجة الأخيرة اللي أنا شايف إن إحنا لازم نعملها إن إحنا دايماً نتكلم على إن إحنا مش قصدين إن إحنا نغيرك على سيناريو أنا حطاه ليك لكن إن أصدى إننا دايماً نبقى سعداء مع بعض يبقى المدخل هو إن إحنا عايزين نبقى نسعد عايزين نبقى نفرح مع بعض مش المدخل إن إنت لازم تتغير أو إنتي لازم تتربي ولازم تتغيري المدخل هو إن إحنا عايزين نبقى سعداء وإن في حاجات جديدة ممكن نجربها مع بعض الحاجة المهمة كمان إن إحنا نسمي كل اللي إحنا بنعمله ده تجربة عن جرب وإحنا فعلاً نستخدم التجربة الزوج العازب التجربة هتكون أكثر جاذبية لي عشان يدخل البيت ويعمل حاجات كويسة جداً جداً من مسئولياته الزوجية يبقى كل المسئوليات الزوجية هنحطها تحتنا أنوان التجربة ووحدة ووحدة نقول له التجربة دي نجحت تعالى نعمل حاجة تانية ويكون ده المرحلة اللي بعدها وتستمر للحياة في صورة تجارب لغاية ما يحس إنه هو لا أنا مستمتع بإن أنا زوج خلاص يلا نكمل كأزواج أنا مستمتع جداً 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 إن أنا بقيت زوجة أنا حاسة إن أنا نضقت وهنا واحدة واحدة ومن أهم الأدوات اللي احنا نستخدمها عشان نضوج الزوج العازب والزوجة العازبة هو التجربة يا رب اجعلنا من أهل التوفيق دايماً يا رب واجعل كل الأزواج في نضوج وفي سعادة وفينا يا رب العالمين